السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو العاشر من سلسلة الباور بيفوت النهاردة هنتكلم كتير على دوال الداكس نهاردة معظم فيديو داكس هنشوف ازاي ممكن نستخدم دوال الداكس علشان نحسب النسبة المئوية من الإجمال Le بعد كده هنستخدم اتنين من دوال الداكس Aways و Divide علشان نستخدمهم ونحسب النسبة المئوية من الإجمالي العام إجمالي العام بتاع كل الأرقام اللي موجودة في data model أو في table معين من data model بعد كده هنحسب النسبة المئوية من الإجمالي اللي ظاهر بس جوه الجدول المحوالي أو جوه pivot table باستخدام function اسمها all selected بعد كده هنستخدم ده اللي اسمها values هنستعملها مرتين المرة الأولية هنجيب منها النسبة المئوية من إجمالي السنة بعد كده هنشوف زي ممكن تجيب لنا النسبة المئوية من إجمالي صنف معين أو من إجمالي الأصناف وآخر حاجة هنشوف زي ممكن نستخدم ده اللي اسمها is filtered علشان نخفي النسبة المئوية اللي موجودة في الإجمالي العام اللي هي هتكون 100% على طول فبالتالي ملهاش لازمة أو ممكن تكون زايدة على ال report هنشوف زي ممكن نتخلص منها عن طريق الفنكشن اللي اسمها is filtered لسه مكملين في نفس المثال الشغيعي الفترة اللي فاتت كلها زي ما انت شايف عندي اتنين جدوى المعاملات على الشمال الجدوى الفيل اكتشول الفيل المبيعات الفعلية وعلى اليمين جدوى الفيل بودجت قد ايه كان عندي بودجت للمبيعات دي وفي النص هتلاقي أربع جداول بحث واحد فيه البرودكت والكاتيجري واحد فيه التشانل واحد فيه الكالندر فيه الأيام بتاعتنا واحد فيه الريجن وكلهم مربطين مع بعض عن طريق علاقات وانتو ميني زي ما شفنا في الفيديوهات السابقة وكل الماجر بتاعتي موجودة في جدوى الاول سيلز او المبيعات الاكتشول واهم واحد دلوقتي او عايزين افتكروا مع بعض فيه ماجر اسمه revenue وده مجرد حسبة revenue اقدر استخدم الماجر ده علشان اوصل للrevenue بتاع اي شهر او اي سنة اي منتج او اي كاتيجري على حسب البيفت تيبل اللي انا شغال عليه لو روحنا على الاكسل شيت هتلاقي انا قردي عامل البيفت تيبل وزي ما انت شايف البيفت تيبل ده عبارة عن الكاتيجريز على الشمال خالص الاربع كاتيجريز الموجودين بعد كده تحت الكاتيجري فيه التشانل وعندي اربع سنوات بالعرض وفي التقاطع بين كل الكلام ده موجود زي ما حضرك شايف كده المبيعات ده انا خدت هنا بس حطيت الماجر اسمه revenue وكمان عاملين slicer للريجن اقدر اقلب للريجن ممكن اختار Alex ممكن اختار Cairo او اشير الفلتر واختار كل الريجنز مع بعض وتعالك انا حاول نفتكر مع بعض ايه اللي حاصل في الجدول ده او نحاول نفتكر ايه الموضوع اللي اسمه الفلتر context وانا كاننا عليه قبل كده تعالى مثلا نختار رقم زي الرقم اللي موجود هنا 177611 وتعالى نعلم عليه مثلا بلون الاصفر ده ونشوف الرقم ده بيساوي ايه الرقم ده عبارة عن مجموعة فلاتر حاصلة واخده رقم revenue من all sales من actual من data model ولكن بعد ما اطبق عليه مجموعة من الفلاتر اول فلتر اطبق عليه موجود فيه الكاتيجري ادي الكورم الاولاني فيه الكاتيجري معنى كده الرقم ده يخص الكاتيجري باسمه accessories كمان يخص التشانل اللي اسمها key accounts كمان يخص سنة 2018 ويخص كل الريجنز لاني مش عامل اي فلتر ايشن هنا لكن لو اخترت مثلا Alex يبقى كده الرقم ده ساعتها تغير وبقى يخص Alex فقط اقدر خليه اختار كايرو بس هيتغير تاني يبقى ده الرقم الخاص بكايرو وهكذا او ممكن اشيل الفلتر ويكون خاص بكل الريجنز مع بعض طيب احنا ليه بنقول الكلام ده ده الطريقة اللي شغال بيها البيفت تابل الوقتي انا عايز اجيب بدل ما انا عامل المنظر ده الريفنيو ابسلوت لا انا عايز اجيب نسب عايز احط هنا 100% وعايز اخلي كل الارقام دي نسبة من المية في المية يعني total sales اللي جاي في الديتا ماضل عايزه عبارة عن 100% تكون موجودة هنا واي رقم بيع بكل التأسيمات دي يكون عبارة عن نسبة مئوية من المية في المية دي ممكن يبقى 15% حسب قيمة الرقم للاجمالي العام اللي هو 27 مليون ولكن عشان اعمل حاجة زي كده انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان انا اغير الفلتر كونتكست في اي وقت انا بحط فيه pivot table عشان يجيب data من data model لازم بيمشي على الفلتر كونتكست بياخد الفلتر اللي جاي من pivot table ويطبقها وبعد كده يظهر الرقم according للفلتر دي الفلتر دي ممكن تكون جايه منين؟ ممكن تكون جايه من slicer ممكن تكون جايه من filter ممكن اعمل filter هنا ده filter ممكن افلتر من هنا او ممكن slicer نفسه اذا filter او حتى rose والcolumns دي كمان بتعتبر فلتر يبقى انا عشان اقدر اخلي الارقام دي تديني نسبة مئوية من total اول حاجة عايز اعملها عايز اخلي كل الارقام اللي قدامي دي تساوي grand total لو قدرت اعمل كده يبقى انا ساعتها اقدر اقسم الرقم الاصلي بتاع ال revenue انا حسبه ده على grand total ويظهر لي نسب مئوية في كل cell بدل ما انا ظاهر لي في الاخر الارقام اللي حاجة شايفها دي اللي هي الارقام الابسلوت طيب عشان اعمل كده يبقى انا محتاج ان انا اغير filter context محتاج function او محتاج دلة من دوال داكس تساعدني ان انا اغير filter context او ان انا اجبر ال pivot table ان هو ياخد الفلتر من جوه الميجر نفسه مش من ال rose والcolumns والslicers والفلاتر بتاعة ال pivot table نفسه طيب عشان نعمل كده هنشتغل على ايه هنشتغل على dex function اللي اسمها calculate وتعالى نروح مع بعض على data model تاني ونشوف ازاي ممكن نعمل كده انا هارجع تاني على data view وهروح على all sales وهاخد section جديد تحت وابدأ active fee measures جديدة طبعا احنا لدينا measures كثير قوي لغاية دلوقتي مدنية خلال الحلقات اللي فاتت ممكن ترجع للحلقات اللي فاتت وتشوف كل اللي عمل ده عملنا ازاي ولكن تعالي نعمل section جديد والمواضي هنسميه percent of total مثلا ده مجرد اسم ملوش اي تأثير عادة ماضل لكن مجرد تأثيم كده عشان ابقى عارف انا واقف فين ورايح فين وحاجي في المنطقة دي تحت measures التانية وابدأ اسمي measure جديد هسمي grand total المجرد ده وظيفته ايه انه يجيب لي grand total في كل cells بدلا ما انا عندي grand total تحت بس في الاجمال العام لأ انا عايز كل cell جوه ال pivot table يبقى جواها grand total عشان اعمل كده خليني بقى ابدأ اكتب المجر نقطتين و equal وتعال نستخدم function اسمها calculate cal اول اختيار calculate سأدوس على tab اول حي calculate expression هيكون كما اتفقنا قبل المجر اسم revenue وعشان ادري جيب measure جوه الفومولا بتاعتي يبقى ممكن اعمل square bracket سأديني list بكل measures بعد اعرف revenue 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 وبعد كده سأستخدم measure اسم revenue جوه function اسمها calculate وبعد كده ممكن اعمل comma وحيطلب مني بعد كده filter يبقى calculate ايه وظيفتها نبتعمل evaluation لمajer معين ولكن باستخدام filter معين طب ايه filter ايه filtration اللي ممكن اعمله علشان يجبر pivot table انه يحط grand total في كل cells اللي موجودة يبقى انا محتاج بقى مش filtration محتاج انا افك كل filtration عايز اقوله لو سمحت لا تعتبر اي filter من filter اللي موجودة وعايزك بدل الفلاتر دي تاخد الرقم الاجمالي العام ممكن اعمل كده عن طريق function اسمها all اعتقد الكلام عنها قبل كده هكتب all tab طب ال function دي محتاج table name or column name يام table يام column في الحالة دي ممكن اديها table اللي انا شغال عليه اللي اسم all sales لانا انا كده بقوله لو سمحت انا عايزك تجيبلي الاجمالي العام من غير اي filtration خالص بتاع table اللي اسم all sales اي حاجة جوه اللي اسم اي filtration وعايزك تجيبلي الماجر اللي اسم revenue وتقيمه على هذا الاساس على اساس ان ما فيش اي filtration خالص وبعد كده هقفل وبعد كده هدوس enter متعال نشوف الرقم اللي حيطلع لنا برضو 27 مليون تقريبا هو ده فعلا الاجمالي العام ممكن ندينه number formatting عشان نعرف اتفرج عليه لما نروح على ال pivot table ودل الوقت بدل الماجر اللي اسم revenue انا هعمل uncheck وحنزل تحت خالص ادي قائمة مليون اللي كانت موجودة في grand total بقت موجودة في كل sales وحتى لما بعمل filtration بالشكل ده وانا بعمل اي filtration عن طريق slicer ما بياخدش في اعتباره اي حاجة فخيني افكر filter خالص وانا واخد في اعتباره الفلاتر اللي جاية من ال rose او اللي جاية من columns جايبلي الاجمالي العام all the way زي محاك شايف كده بالظبط طب يبقى انا كده ادرت ان انا اجيب الرقم الاجمالي اللي عام في كل sales لو ادرت اجيب كمان revenue اللي كنت حسبه المجر الاولاني الاسم revenue ده وقسمت الاثنين على بعض ادت المجر الاسم revenue اهو وقسموا على grand total يبقى ساعتها اقدر اجيب النسبة المئوية اللي انا عايزها وتعالى نشوف ممكن نعمل الكلام ده مع بعض هنرجع تاني على data model وهنعمل edit للمجر ده خلاص انا مش محناك طبعا grand total ده احطه في كل مكان ولكن لو عدلته ممكن احسب منه النسبة المئوية فاول حاجة هعدل اسمه هسميه percent of grand total وبعد كده نفس function calculate دي مش هغير فيها اي حاجة ولكن ممكن احط قابليها الماجر اللي اسمه revenue افتح square bracket وي اكتب r e v e add revenue يبقى انا كده خلاص عندي الماجر بتاع revenue وممكن احط علامة على زي محراك كده شايف وبعد كده ادوس enter يبقى انا كده ازمت percent اخليها نسبة مئوية ممكن اقلل وحدة decimal place وتعال نرجع تاني على pivot table ونشوف الوضع بعمل ازاي اه تمام ازاي احشاف كده بالضبط ادي المية في المية عندي في corner وزي ما انت شايف بعد كده كل النسب المئوية دي لو جمعتها في الاخر هتدي المية في المية اللي موجودة هنا طيب تعال بقى نجرب كده نشوف السليسر هيشتغل او مش هشتغل لو عملت كده بالسليسر اشتغل معك مفيش مشكلة ولكن هتلاقي الجران توتل بقى على قد الكس بس شفت الجران توتل بقى على قد ايه بقى على قد الكس بس ليه لان المية في المية السبعة وشرين مليون اللي موجودين تحت الموجودين في المقام ما اتغيروش خالص ولكن لما بعمل فلتريشن اللي بيحصل الريفنيو نفسه بيقل توتل ريفنيو بيقل فبالتالي بدل ما كان قاسم السبعة وشرين مليون على سبعة وشرين مليون بقى قاسم رقم اقل على سبعة وشرين مليون وبالتالي ما بقيتش بشوف المية في المية وبالتالي كل الفراكشنز دي بقى مجموعة في الاخر الستتاشر بوينت سبعة يعني كل النسب المئوية دي مجموعة الوقت يبقاش مية في المية بقى ستتاشر بوينت سبعة لو شلت الفلتر هترجع تاني مية لو اخترت مثلا الجيزة وشنرايا مع بعض الاجمية تتاتين في المية وهكذا طبعا ممكن يكون مش ده انت عايزه بالزبط ولكن في بعض بسيط انا وانا واقف هنا بدل ما استخدم الابراتور بتاع علا زي ما هكش شايف كده مقسوم على كالكيليت الربنيو ات او من غير فلاتر انا عايز استخدم فانشن ديفايد فحقف هنا وحقول ديفايد دي اي في دي طبعا احنا فاهمين ديفايد وظيفتها ايه وظيفتها لما يكون فيه اسمه على زيرو هتساعدك ان هي ممكن تحط لك مكان الزيرو وبالتالي بدل حرف العلا ده او علامة الابراتور بتاع القسمة ده ممكن احط مكان وقاما لان انا انا اول حاجة مطلوبة من النيوميراتور اللي هو الريفنيو والديوميراتور اللي هو كلها على بعض والارجومت التالت اللي هو ممكن اخليه لانه بين two سكوير براكت معنا كان هو اوبشنال فممكن اقفل على طول وادوس انتر وحدي نفس النتيجة بالزبط ولكن انا بعملها ليه باستخدام تحسبا ان فيه اسم على صفر ما يدي نيش ارر ودي مكانها بلانك يبقى احنا كده ازاي شفنا ممكن نعمل من الجراند توتل تعال نشوف ازاي الخطوة الجاية ممكن نعمل من الاجمالي العام اللي موجود جوه البيوت تابل نفسه مش جوه الديتا موضل كله على بعضه تعال اول حاجة ناخد من البيوت تابل ده اختاره كله كنترول سي واروح تحت التايتل التاني وكنترول في وطالما اخدت منه يبقى هاخد نفس الخصائص بتاعته بالزبط وبالتالي السلايسر في الحالة دي هيكون شغال على الاتنين مع بعض وتعال نحاول نحط ماجر تاني تعال نشيل الماجر ده من الجديد هنشوف معادلة تانية علشان نخلي يحترم الفلتر اللي جاي من السلايسر بس وما يحترمش الفلتر اللي جاي سواء من الرو او من الكلام فهنستخدم فونكشن تانية اسمها all selected وتعال نشوف ازاي ممكن نعمل كده على data model ممكن نعمل ماجر جديد والمرة دي هسميه percent of total pt او total pivot table نقطة تان واقوال ومتعال نستخدم برضو معادلة calculate ونفس الكلام هن evaluate الماجر اللي اسمه revenue وبعد كده هستخدم filter تاني الفلتر ده function اسمها all selected والمرة دي كمان ممكن مديش اي parameter ممكن اقفل بس على طول لو مديش اي parameter هتشتغل معاك بشكل كويس قوي وارجع اقفل calculate وادوس enter وتعال نشوف هايجيل نا ايه في ال function دي تعال برضو نديها number format ونرجع نرجع تاني ونختار ننزل تحت خالص ونختار خد بالك نسميها percent of total هي لسه ما بقيتش percent ولكن ده مرحلة اول مرحلة زي المرة اللي فاتت تعال نختار ونشوف شكل الدنيا فيها ايه ازاي ادي 27 مليون total موجود في كل الر مفيش اي مشكلة مش محترم خالص او مش واخد في اعتبار خالص هتحترم الفلتر اللي جاي لك من السليسر كمان لو عملت فلتر مثلا وليكن تعال نعمل انشاك على البايكس نشيل كده البايكس نفس الكلام صغر تاني استبعد البايكس وبقى محترم الفلتر اللي جاي لك من الفلتر نفسه لكن كل الفلتريشن اللي مبني على الروز او ماخدهاش في النسبة مقاوية دي هتكون دايما من الاجمال العام اللي موجود زي ما حاج شايف في البيت تابل نفسه فتعال نرجع تاني على الديتا ماضل نعمل edit للفورملا دي تاني او الماجر ده تاني وهاجي قبل calculate ويحب اكتب الماجر اللي اسمه revenue فكده بقى عندي ممكن اقسم revenue على الماجر الجديد اللي محسوب عن طريق علامة على او operator بتاع القسمة او ممكن استخدم divide احط بينهم واجي قبل revenue ده واستخدم function اسمها divide divd وارجع اقف القوس بتاع divide في الاخر يبقى انا كده اسمتهم على بعض ونفس الكلام اغير number formatting واخلي نسبة مئوية وارجع تاني تعال بقى شوف المنظر كده ادي المية في المية الحالة دي الاثنين زي بعض بالزبط طالما مفيش filter لكن لو اخترت الالكس تعال بص ايه اللي حاصل لسه المية في المية موجودة هنا ولكن في التيبل الاولاني رجع التاني 16% وفي الحالة دي برضو زي ما انت شايف كل النسب لوحدها في الفقرة الجاية دي انا عايز اشوف دلوقتي المية في المية تكون في كل الكولومز يعني الاقي هنا كل سنة مستقلة بذاتها لها المية في المية بتاعتها وبالتالي التأسيمات اللي ماشية ما بين الكاتيجريز والشانيلز في الاخر تجمعتها تساوي المية في المية بتاعت السنة ونفس الكلام في 100% والتأسيمات اللي ماشية بالطول كده توصلني في الاخر للمية في المية دي يعني من الاخر كده انا عايز نسبة مئوية من اجمالي العمود والعمود في الحالة دي موجود في سنوات يعني انا عايز نسبة مئوية من السنوات تعال نعمل نفس اللي عملنا هناخد copy من pivot table هختاره بقى شغال معنا على 3 data pivot table مفيش مشكلة خالص ويحشيل الميجر الاخير ونشوف هنعمل الكلام باستخدام calculate وall selected بس هنضيف عليهم function جديدة ومن power pivot window من data model نفسه نكتب measure جديد نفس الكلام هسمي percent of total years المرة دي نقطتين وإيقوال وبرضو هستخدم calculate فأول حاجة function calculate وعايز برضو جواها الميجر اللي اسمه revenue وعايز evaluate نفس الكلام باستخدام all selected علشان all selected زي ما اتفقنا هتشلي الفلاتر اللي جاية من الرows واللي جاية كمان من columns وحتسيب بس الفلاتر او هتحترم الفلاتر اللي جاية من slicer او جاية من filter من داخل pivot table ولكن مش تفرق عنها اي حاجة فهعمل تعديل صغير زي ما حاجة calculate ممكن تديني ايه اول expression تاني حاجة filter one لو عملت filter two filter three filter four فانا اللي عملته ان انا شلت الفلاتر من الرows والcolum دلوقتي بقى عايز ارجع الفلتر اللي جاي في الcolum والcolum بالنسبة لي ما هو الا السنة فلو قلت لو حطته الcolum ده في الفلتر الاخير ممكن يفهم ان انا عايز افلتر عادي عن طريق السنين فممكن هنا ابدأ اكتب calendar واختار الcolum year وبعد كده اقفل calculate ودوس enter وتعال نشوف ايه اللي حيحصل تعال نرجع تاني على pivot table وتعال نختار المajor الجديد percent of total years بص كده تعال اول نشيل فلتر خالص ادي 27 مليون لجمالي العام موجود في كل حتة اعتقد مش مظبوط انا كنت متوقع ان هنا كل السنة كل السنين دي لما جمعها مع بعض تساوي grand total مثلا في الاخر وده مش حاصل لا راك شايف لأ اودي grand total برضو في كل حتة وده يشوف الفلتر جاي هنا من ايه ويدي unique list باللي موجود في هذه السنة وبالتالي يفلتر عليها لوحدها خالص وبنعمل ده ازاي بنعمل ده عن طريق function تانية اسمها values محتاج احطها قبل column اللي اسمه year calendar فيفهم ان انا محتاج unique list تعال نرجع تاني على data model ونعمل edit بسيط حاجي قبل calendar دي وابدأ اكتف function اسمها values وارجع اقفل القوز بتاعها من ناحية التانية وادوس على enter طبعا هنا مش هيديني اي فرق تعال نعمل برضو number format سريع عشان نعرف نتفرج عليها ونرجع على pivot table ونشوف شكل الدنيا ازاي دلوقتي ادي بقى بص دنيا اختلفت ادي هيديني في الاخر 27 مليون اللي في grand total يبقى انا في الحالة دي لو استخدمت الماجر ده لو اسمت ال revenue على الارقام ده يبقى كل column من دول هيستقل بذات ويديني 100% وبرضو ال column الاخير هيديني برضو 100% تعال نرجع تانية داتا موضل ونشوف هنعمل ايه كل اللي هعمله هبدأ قبل على طول ونفس الماجر اللي احنا شغلين عليه من الاول خالص وبعد كده المقام او ال generator هنحط في calculator احنا نسه حسب ها ونقفل calculate من الاخر او نقفل divide في الاخر ونحول number formatting هي نسبة مئوية وناخد علامة عشرية واحدة كفاية ونرجع نبص تاني على pivot table وزي ما حاك شايف اهو تمام المية في المية موجودة في column ونفس الحكاية ماشية بشكل هاي المية في المية ونفيش اي مشاكل خالص ولو غيرت slicer هيحترم برضو السنين بالشكل الحاك شايف الحاجة الاخيرة بدل ما عندي 100% او المية في المية موجودة في نهاية column هنا انا عايز كل الكاتيجري اللي وحده يمثل المية في المية يعني داي المية في المية بتاعت الاساسي موجودة هنا في grand total وبالتالي كل التأسيمات بتاعت السنين والشانل تساوي المية في المية اللي جاية في الكاتيجري وهكذا طيب هعمل الكلام ده ازاي مفيش مشكلة برضو تعال ناخد copy من نفس آخر pivot اللي عندنا ونروح تحت الهدر الجديد ونعمل منه copy جديدة وآدي الستايسر شغال معنا نفس الستايسر شغال على كل الفائلات بشكل هايل وتعال نشيل الماجر الاخير اللي احنا عملنا اللي اسمه total years ده ونروح على data model ونشوف ازاي ممكن نعدل في الماجر الاخير علشان يعمل الشرط اللي احنا قلنا ان بدلا ما كان بيجمع على مستوى الكالندر اللي موجودة في الكلومز عايز يجمع على مستوى الكاتيجريز اللي موجودة في الروز وبالتالي طالما شبه بعض قوي كده تعال كده نروح على diagram view ونحاول نفتكر حاجة مع بعض اخذ بالك انا بعد ما استخدمت all selected وشلت الفلاتر كلها مع عاد الفلتر اللي جاي بس من السليسر رجعت في معادة كالكوليت واستخدمت الفيلد اللي اسمه year اللي موجود في الtable اللي اسمه زي ما انت شايف اهو الفيلد اللي اسمه year اللي موجود في الtable اللي اسمه calendar ده احد الtable اللي هموجودين في النص وقالنا الtable كلها عبارة عن look up tables وبالتالي واستخدمه معادلة values مكان ما كنت مستخدم بالزبط calendar year فممكن ارجع تاني على data view واخر موجود تحت خالص هاخد منه copy كله بالكامل ctrl c وانزل تحت خطوة تحت وادده اسم جديد من برد يسميه percent of total category نقطتين و equal و ctrl v ادي المجر زي ما هو بالزبط وجوه معادلة او جوه function اسمها values دي مكان calendar year بالراحة كده هعمل لها delete وحط مكانها product ومن product اختار category وادوس على enter ويه بس حيب افاضل ان انا اعمل number formatting نسبة مئوية وone decimal place وتعال بقى نرجع تاني كده مع بعض نروح على pivot table وتعال نختار المجر cent of total category وتعال نبص كده فعلا اهو ادي الكاتيجري بقى موجود زي ما انت شايف اهو بالعرض المية في المية هنا والمية في المية هنا والمية في المية هنا ولو استخدمت السليسر شغالها معاك كويس قوي لو انت بقى ممكن ايه ممكن تعال نجرب نحط ال years في الفلتر تعال هاخد بقى من هنا اخد ال year اللي في القرم دي احطها في الفلتر فوق ادي المية في المية على كل كاتيجري وممكن بقى تختار ايه السنة اللي انت عايزها تعال نختار مثلا وليكن سنة 2018 ونقول اوكي ادي حراك المية في المية هو موجودة في الكاتيجري وفي الجران توتل والتقسيمة جاية زي ما حراك شايف على مستوى تحت كل الكاتيجري من الكاتيجري والسلايسر بتاعك برضو ممكن تشيل فوق الفلتر خالص او تختار ريجن معينة السلايسر بتاعك شغال بشكل هايل جدا دلوقتي زي ما حاجة شايف فيه تحت في الجران توتل كلمة 100% طبعا دي ها تمثل اي حاجة دي حاجة زي ما انت شايف اهو اول كاتيجري اكسسوريز وقادي التأسيم بتاعته ورا بايكس وقادي التأسيم المية في المية دي لا تمثل اي حاجة طب افرد انا حبيت اشيلها فيه فانكشن ظريفة جدا داكس فانكشن ظريفة اسمها اس فلتر تعال نجرب مع بعض ونشوف بتشتغل ازاي هارجع تاني على الديتا موضل وتعال نكتب تحت ماجر جديد والماجر دا المرة دي هسميه اس فلتر وليكن اي اسم بس نجرب به نقطتين واقل وتعال نبدأ نشتغل على اس فلتر اس فلتر دي بتسأل سؤال هل الرو ده او هل المكان ده معمول له فلتر ولا مش معمول له فلتر طب طالما بتسأل سؤال يبقى الاجابة هتكون ايه true او false طالما ده logical test يبقى الاجابة true او false وطالما الاجابة true او false ممكن نستخدمها جوة معادلة if او if statement زي اها بالزبط زي بتاعت الexcel موجودة في dax الif فممكن نبدأ اقول له سمحت if هسأل سؤال if واول حاجة هابدأ اقول is filtered طب is filtered بتحتاج ايه بتحتاج column name فتعال مثلا ناخد المرة دي احنا قلنا product مع category ده اللي كنا شغلين عليه في المجر اللي قبل كده فهاختار مثلا من ال table اللي اسمه product هاختار column اللي اسمه category وحاقفر القوس وحاسأله والله حضرتك كproduct وكategory هل معمول حراك اي filter ولا مش معمول filter لو كانت الاجابة نعم يعني في filter معمول فلو سمحت من فضلك حطي measure اللي اسمه revenue انا بعمل بس اي حاجة عشان نجرب ولو كانت الاجابة حضرتك ان هي مفيش filter فلو سمحت حطي blank و blank دي function ممكن لكتب blank و 2 خسين فضين كده مع بعض شايف كده اقفل ال function وهدوس على enter blank مفيش مشكلة تعال نرجع على pivot table ومكان measure الاخير اللي كان اسمه percent category ده تعال نشيله ونحط مكانه is filtered هتلاقي عمل ايه جاب لك ال revenue بشكل صحيح واجه على grand total وشله لك ليه لان grand total هو الوحيد اللي مفيهوش اي filter على مستوى category معنى كده ان ال accessor d filtration category byks filtration category closing filtration category وهكذا معادة grand total مفيهوش filtration category وبالتالي حطوه لك بشكل blank يبقى كده فهمنا زي ممكن تتعامل تعال نرجع نطبقها على measure اللي قبلي انا هاخد الجزء الاولاني انا رجعت هاخد من اول F وانت ماشي كده لحد S filtered لحد اخرها كده control c وبعد escape وارجع على المجرى اللي قابليها وتعالى قبل divide وقوله control v وبعد كده اعمل كاما يبقى انا ادي الاف اهو بقوله logical test لو اداني true اعمل لي كل المعادلة بتاع divide وكل الكلام ده كل حد الاخر يبقى كاما في الاخر وحط له لو سمحت الفنكشن اللي اسمها blank وبلانك دي قلنا function بتطلع blank في حالة ان يكون مفيش value تحطها لك في perfect table blank وطبعا لما تبقى blank في perfect table لو الro كل blank ما بياخده معاه من الاساس وبعد كده ادوس enter ودل الوقت ممكن نروح على filter اللي قابليها واشيرها خالص من data model اختارها وعمل delete وبعدين اأكد delete from data model وتعالى نرجع على pivot table طبعا هتلاقيه بقى فاضي دلوقتي مفيوش حاجة وزي ما انت شايف ههو grand total موجود مستني ان انا املى فيه ارقام بتاعته ولكن اول ما هاخد الماجر ده وهحط في مكانه هتلاقي grand total بتاعك اختفى ممكن اشيل filter بتاع الشانل من slicer هنا وممكن اختار السنة اللي انا عايزها ولتكن 2019 الدنيا شغالة معاك بشكل هيل جدا وبكذا نكون وصلنا لهاية الفيديو لو عجبك لو سمحت تعمل لايك واشترك في القناة واسيب لي تعليق وارغ تكون مستفدت من الفيديو وكمان هتلاقي لينكات الفيديوهات اخرى ممكن تبص عليها وتستفيد مثلا السلسلة من اولها ممكن تفرج عليها من الاول خالص وكمان سلسلة power query ممكن تاخد فكرة عنها وشكرا جدا لوقتك واشوف الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته